اشتركوا في القناة وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبة في الله وأخواتي الفاضلات اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنفتح ملفا جديدا من ملفات رحمة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وهو ملف رحمته بالأطفال لكن قبل أن نفتح هذا الملف بقيت فضلة يسيرة من رحمته بأعداء من الكفار والمشركين تتعلق برحمته بهم في ساح الوغاء في المعمعة الضروس الحمراء وهذا عجيب جدا يا إخواني أن يكون مجال ومساغ للرحمة حتى في ساحة الوغاء وهي رحمة كبيرة دل عليها قوله وفعاله عليه الصلاة وأفضل السلام من ذلك ما رواه الإمام المسلم في صحيحه عن الصاحب الجليل بريدة بن الحصيب قال كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا جهز أو ابتعث أو أرسل أميرا أي من أمراء الحرب يوصيه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين أو قال من المؤمنين ثم يقول عليه الصلاة وأفضل السلام انطلقوا أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا عجيب ممنوع الغدر في الحرب هذه الحرب الإسلامية هذه الحرب المصطفوية ممنوع فيها الغدر ممنوع فيها الغلول وهو السرقة من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم السرقة يعني يأخذ أحد الأجناد أو أحد الجنود من المسلمين شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم قبل أن تقسم والعياذ بالله هذا من المحرمات الكبيرة الفضيعة وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَمْثِّلُوا التمثيل بأعدائكم بجثثهم ممنوعة كالجدع والصلم صلم الآذان وتجديع الآناف وفق العيون وبقر البطون والأكباد وما إلى ذلك كل هذا محرم والنبي ثبت عنه أنه نهى عن المثلة حتى ولو بالكلب العقور الكلب المسعور العقور ممنوع أن يمثل به احترام احترام الموت اجلال الموت أخواني و أخوتي الذي لا يحترم الموت لا يعرف قيمة للحياة قذوها قاعدة الذي لا يحترم الموت لا يعرف الحياة قدسية لذلك النبي كان يقوم للجنازات أي جنازة جنازة يهودي أي إن كان يقوم فالصحيح أنه قام لجناة قيل رسول الله إنها ليهودي قال أليست نفسا أليست نفسا هذا الموت هذا الموت ولا تقتلوا وليدا قتل الولدان وقتل النسوان أيضا النساء يعني قتل النسوان وقتل الولدان محرّم في شريعة رسول الله محرّم في شرعة الحرب المصطفوية محرّم عن الأسود بن سريع قال قاتلنا مع رسول الله فأظفرنا الله تبارك وتعالى فتناول بعض القوم بعض مجهدي الصحابة بعض المقتم الصحابة تناول أي تعاطوا فتناول بعض القوم قتل الولدان قتل أيه الولدان فأخبر عليه السلام بذلك فغضب وقال لا تقتلوا الولدان ما بال قوم ما بال قوم بلغ بهم الأمر أن يقتلوا الولدان فقيل يا رسول الله إنهم ولدان المشركين فقال أولاد المشركين خيركم عجيب يقول أولاد المشركين خيركم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه وأبواه وهودانه أو ينصرانه هكذا قال قال إذن لا يقتل طفل الصغير أيًا كان ذكراً إيه أو أنثى لا يقتل لأنه على الفطرة هذا موحد هذا إنسان موحد هذا حتى يعرب عنه لسانه أي حين يبلغ سن التكليف بعد ذلك يختار دينه ويختار دينه قبل ذلك ممنوع قتل النساء أيضاً رأى النبي عليه السلام في فتح مكة كما قيل وقيل في غير ذلك رأى مرأة في القتلة فغضب قال من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل إنما يقتل في المعارك الإسلامية المحمدية الذي يقاتل والذي يقاتل فعليًا كما نقول الآن مش يقاتل مثلاً بأنه يحمل الدواء يحمل غذاء يعني إمدادات لوجستية ممنوع النبي قال لا يقتل عسيف في الحرب ممنوع قتل العسفاء من العسفاء؟ هم هؤلاء الذين يقومون بالخدمات والإمدادات اللوجستية يحملون الدواء والماء وأشياء حتى يحرصون السلاح ممنوع يقاتل ويقتل الذي يحمل السلاح ويقاتل على فكرة أنا أقول لكم إلى اليوم تقريباً لم تصل البشرية إلى مثل هذا المستوى إلى مثل هذا المستوى النبي كان على طول الخط مبتدأً ومنتهن وتوسطاً وأثناءً ضد الحرب الشاملة لا يقاتل ولا يقتل إلا الذي يحمل السيف ويقاتل سوى ذلك ممنوع هذا من رحمته عليه الصلاة وأفضل السلام وحين يقتل إذا أخذنا أحد المجرمين مثلاً مجرمي الحرب طبعاً الآن هذا مستسلم سنقتله هذا يسمى قتل الصبر قتل الصبر يعني مقيد وجاهز للقتل وقتل الصبر غير مشتحب بالمرة في الإسلام ولكن بعض الناس لا بد أن يقتل حتى إن وقع سيراً كمجرمي الحرب كمجرمي الحرب الذين فعلوا فضاعات والعياذ بالله هؤلاء يقتلون صبراً يمسكون للقتل يمسكون للقتل يقيدون ويقتلون لكن كيف ينبغي أن نقتلهم؟ هذا حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم أحسن قتلة وين في أسرع قتلة؟ يعني اليوم إذا تضرب بالرصاص مثلاً في الرأس من الخلف أسرع وأريح من ضربة السيف نضرب بالرصاص ما نضروش بالسيف أبداً في حديث شداد بن أوس يقول عليه الصلاة وأفضل السلام إن الله كتب الإحسان الإحسان يعني التجويد تعمل الشيء بشكل جيد ممتاز كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفيرته أو شفرته وليرح ذبيحته يا سلام يا سلام على معلم الناس الخير حتى القتلة يا رسول الله نقتل مجرم الحرب الذي قتل أولادنا ونساءنا نقتله قتلة رحيمة وجميلة قال أجمل قتلة أحسن قتلة سريعة وممتازة ونظيفة من غير تمثيل من غير تعذيب من غير ترويع إذا قتلتم فأحسنوا القتلة القتلة هنا اسم هيئة مش اسم مرة اسم المرة قتلة هو يتحدث عن الهيئة كيفية القتلة كيفية إيه القتل تسمى قتلة مثل جلسة مثل إيه ذبحة إذا ذبحتم الحيوان حتى الحيوان تذبحوا أحسن ذبحة لذلك يقول عبد الله بما سعوط أو أبو أيوب عفوا ربما أبو أيوب لأن صالح على ما أذكر يقول سمعت النبي عليه السلام يقول أو بما سعود أنا الآن في شك من أمري إما سعود أو أبو أيوب يقول سمعت النبي يقول المؤمنون أعف الناس قتلة المؤمنون نحن هلهمها الحمد لله أعف الناس قتلة نقتل أحسن قتلة أرحم قتلة قتلة نظيفة وأنتم تدرون وتعرفون جميعا يا إخواني تعرفون أنه أمر بدفن قتل مشركي بدر في القليب في قليبي بدر موضوع القتال وأداب الرسول وأداب الدين في القتال كبير جدا جدا فيها رسائل علمية رسائل الدكتورة وموجستير كتب كبيرة نجتزه فقط بهذا القدر على أن أعود بعد أن أعطي المجال لأخي الأستاذ إيهاب أعود لأتكلم كلمات سريعة عن معاملة الأسرة طب هؤلاء لا نقتلهم نأسروا كيف نعاملهم؟ أيضا بجمل سريعة حتى نمضي إلى موضوعنا وهو الرحمة بالأطفال فضل الأستاذ إيهاب مساك الله بالخير مساء النور دكتور عدنان أهلا بك وبكل متابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأهلا بكل الجمهور في الستوديو دكتور عدنان من من لم يصعد على ظهر والده أو والدته وهم يصلون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يصعد الحسن والحسين على ظهره كان رفيقا لا يقوم من الصلاة حتى يفرغوا منه أو يقوموا من على ظهره نعم هكذا نتعلم الرحمة من نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وعفر السلام مشاهدين ومتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا اللي حابب يتواصل معنا عبر الفيسبوك رحمة اندرسكور للعالمين وعلى تويتر هاشتاغ رحمة اندرسكور شكرا لك دكتور شكر الله لك أخير الأستاذ إيهاب وشكر الله جميع الإخوة والأخوات حول العالم وبرك الله فيهم جميعا على دعمنا والتفاعل معنا موضوع الأسرة يا أخواني كيف عمل النبي الأسرة عموما النبي كان يحب أن يفك وأن يسرح الأسرة في صحيح البخاري قال عليه السلام فكوا العاني وأطعموا الجائع العاني هو الأسير والعناء فإنهن عندكم عوان عن النساء سوصوا بالنساء فإنهن عندكم عوان يعني إيه أسيرات أو شبه إيه أسيرات إذن فكوا العاني وأطعموا الجائع وأعودوا المريض في صحيح البخاري قال تبارك وتعالى حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق يعني في الأسر شد الوثاق الأسرة فشد الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزرها فإما منن بعد وإما فداء إما أن تمنوا عليهم تفكوهم بلا مقابل بلا فداء وإما فداء تسرحوهم لكن بفدية والنبي فعل هذا وفعل هذا وقتل بعض مجرمي الأسرة عدد قليل جدا كما قلنا قبل ذلك لعلهما فقط إثنان أو ثلاثة على الأكثر وفيما عدد ذلك كان يسرح الأسرة تعرفون في بدر أسرة سبعين مشركا سبعين مشركا منهم من سرحه لكن بعد أن يعلم إذا كان يعلم الكتاب والقراءة بعد أن يعلم أي صبيان أي المسلمين الكتاب والقراءة شوف تصرف حضاري يعلم عشرة والنبي يسرحه يعلم عشرة الكتاب والقراءة ثم أنت أي حر لوجه الله عجيب جدا ومنهم من سرحه يا إخواني دون مقابل مثل الشاعر أبي عز أي الجمحي هذا الخسيس النذل قال له يا محمد لدي بنياتك ويقول له شعر فالنبي قال له اذهب إلى بنياتك وبعد ذلك استغلها وجعل يهجو رسول الله يعني كأنه ضحك على رسول الله كأنه ضحك على رسول الله فوقع في أحد أسيرا فقتله النبي هذا يستحق قال أحد الذين قتلهم من الأسرة صيفي بن أبي رفاعة صيفي بن أبي رفاعة النبي صرحه من أسرة بدر بلا شيء لوجه الله من غير فدية من غير فدية المطلب بن حنطب المطلب بن حنطب صرحه النبي بلا فدية أيضا فالنبي فعل هذا أيضا فعل هذا وفاد بعضهم وفاد بعضهم أسرة هوازن مثلا بعد أن قسموا كل شيء النبي منع عليهم و سرحهم جميعا أسره وزي بعد أن قسموا بنى المصطلق و قد وقع منهم أسارة من الرجال و سبايا النبي تزوج ابنة سيدهم جويلية بنت الحارث متعمدا فالصحابة خجروا قالوا أصبحوا أصهار رسول الله أصهار رسول الله فسرحوا الأسرى بأيديهم و كان هذا سببا في هدى بني المصطلق كما رأيتم بالأمس إخواني أو سمعتم أخواتي أسرى بني النظير لم يأسرهم و سمح لهم أن يهاجروا من المدينة و كان يمكن أن يأخذهم جميعا أسارة و سبايا لم يفعل بني قي نقاع لم يفعل أيضا النبي لم يكن حتى يحب الاستكثار من الأسر عليه الصلاة و أفضل السلام موضوع طويلة آخر شيء هذا من اللمسات الحانية الرحيمة جدا في موقف رسول الله من الأسرى يا إخواني شيء عجيب جدا جدا ماذا قال عليه السلام فيما راه أحمد و غير الإمام أحمد قال من فرق هذا حديث أبي أيوب هذا حديث أبي أيوب الأنصاري إذن حديث المؤمنون عف الناس قتله و حديث بمسعود قولا واحدا إن شاء الله تعالى على كل حال النبي ماذا قال قال من فرق بين والدة و ولدها يعني إيه يعني في الأسر أنت أخذت أسارة و في والدة و في ولدها إذا أردت أي أن تبيعهم لابد أن تبيعهم جماعة إذا أردت أي أن توزعهم أوزع المرأة مع ابنها لا تفرق بينهم على الجنود قال من فرق في هذه الحالة و في هذه الحالة بين والدة و ولدها و في رواية بين الولد و والده نفس الشيء نفس المعنى فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة لمسات حانية جدا 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 فعلا نبي الرحمة فعلا و ما أرسلناك إلا رحمة فالحرب في الأسر هو كذا تائما ينظر إلى هذه الجونب الإنسانية يتلمحها عليه السلام و يلفت إليها و بقوة فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة ليس هذا فقط أهدى مرة إيه أخوين أسيرين للإمام علي ثم سأله بعد إيه بعد حين ماذا فعلت بهما يبدو أنه فضل الله في نفس اليوم قال بعتم يا رسول الله أو بعت أحدهما بعت أحدهما و الآخر عندي قال آه ارتجعهما عادوا أنه باعهما أي لكن أي متفرقين باع هذا لرجل و باع هذا لرجل فالرواية الثانية باع أحدهما و أبقى الآخر قال ارتجعهما مباشرة اذهب ارتجعهما و لا تبعهما إلا جميعا لا تفرق بينهما لا تفرق بين الأخ وأخيه حتى في الأسر ما أكرمه ما أعظمه عليه الصلاة والسلام و كان يوصي بالأسارة حديث رواه الطبران في الكبير والصغير بإسناد حسن يقول أبو عزيز أبو عزيز هذا أخو سيدنا مصعب بن عمير الشهيد العظيم الكريم يقول مر رسول الله علينا و كنت في أسر بدر في أعقاب بدر فقال استوصوا بالأسارة خيرا استوصوا إيه بالأسارة خيرا قال فكان إذا حضر وقت الغداء أطعموني البر وأكلهم التمر طبعا البر أحسن عن العرب البر إيه قليل جدا كان هذا والتمر موجود موجود كثير أطعموني البر و اجتزأهم بالتمر لوسات رسول الله فصل الله عليه و أله و أصحابه وسلم نأت الآن إخواني و أخواتي إلى موضوعنا موضوع الحلقة اليوم رحمة الرسول بالأطفال رحمة الرسول بالأطفال يقول أنس ما رأيت أحدا أرحم بالأطفال من رسول الله الحديث المخرج في الصحيحين ما رأيت أحدا أرحم بالأطفال أو قال بالصغار من رسول الله عليه الصلاة و أفضل السلام كان يذهب إلى عوالي المدينة يزور ابنه إبراهيم و كنا نكون معه و كان مسترضعا له في عوالي المدينة قال فكنا نأتي البيت و إنه لا يدخن البيت يدخن لماذا فيه دخان دخان أجل جد دخان كثير أجلكم الأنوف قال و إنه لا يدخن لأن ظئره ظئر إبراهيم كان قينا كان حدادا ما معنى الظئر الظئر هو زوج المرأة التي ترضعي الصغير يسمى ظئر لذا كله قال الآن الرحم الظئر الرحم المستأجرة الرحم المستأجرة و قال الرحم الظئر على كل حال و كان ظئره قينا أي حدادا كان ظئره حد أبو سيف أبو سيف القي فيحمل رسول الله ثم يقبله ثم يرجع يعني يقطع مسافة عوالي المدينة يعني بعيدة ربما يعني يضطر أن يمشي أربعين دقيقة خمس أربعين دقيقة في الهاجرة في شدة الحر يذهب فقط لكي يأخذ ابنه إبراهيم يقبله ثم يعود حنان حنان و رحمة كما سمعتم قبل ذلك لأقرأ ابن حابس هذا حين رأى النبي مرة يقبل حسن أو الحسين استغرب تقبل فكيف لو علم أنه يذهب إلى عوالي المدينة فقط لكي يقبله ثم يعود يعني كان استنكر هذا وأعظم النكير والتثريب قال أنتم تقبلون الصبياني نحن لا نقبلهم تعرفون الحديث قال وهل أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك إنما يرحم الله من عباده الرحمة في رواية أخرى على أقرأ ابن حابس من أول ما يلفت نظر القارئ والدارس بصدد رحمة رسول الله للصبيان والصغار رحمته بالإناث ووساته بالإناث أيها الإخوة لماذا؟ لأن العرب كانوا للأسف ومنهم من لا يزال إلى اليوم يكرهون البنات سبحان الله نزع جاهلية بل لوثة ليست نزعها هذه لوثة لوثة جاهلية والعياذ بالله وفيها شيء من ريح الكفر بنعمة الله الله هو الذي يرزق الإناث ويرزق الذكور يهبوا لمن يشاء بماذا الله بدأ عز وجل في سورة الشورى في آخر الشورى بدأ بالإناث سبحان الله لماذا؟ لباركتهن وكل من رزقه الله البنات والذكور نقول له سأل نفسك متى بورك لك في رزقك أكثر مع الإناث دائما سبحان الله مع كل أنثى الله يفتح في الرزق أكثر لذلك روى أبو وكر بن أبي الدنيا في كتاب العيال في كتاب العيال وهذا الكتاب ذكر فيه ستمائة أثر وخبر عن رسول الله في موضوع العيال والصبيان والأطفال فإنهن المؤنسات الغاليات فإنهن المؤنسات الغاليات أيها الإخوة شعيب عليه السلام ذريته إيه إناث قيل هود ذريته إناث محمد ذريته كلها إيه من الإناث الذكور ماتو كل ذريته جاءت إيه طبعا هناك الذريات الزينبية طبعا إلى الآن يقال الشيخ شعلا ورحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة وأعلى مقامه فعليين يقال كان من ذريته السيدة زينب عليه السلام ولذلك الحافظ الصيوطي عند رسالة لطيفة يسمها العجاجة الزرنبية في الوراثة الزينبية في الوراثة الزينبية أو في الدرية الزينبية زينب لها نسع الآن لكن معظم نسع الرسول من أبناء الحسن والحسين وهما ابناء الزهراء فاطمة عليهم السلام أجمعين كونوا معنا يا حبتي بعد هذا الفاصل أهلاً وسهلاً ومرحمة بكم من جديد أحبتي وأخواتي في الله إذن الله تبارك وتعالى بدأ بالإناث بالبنات لعظم بركتهم فقال يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يخلطهم أو يزوجهم بمعنى يخلطهم يشكلهم كما نقول ينوعهم أو يزوجهم ذكراناً وإناثا يعني بعض الناس عنده بنات عنده ذكور وبعضهم بس ذكور وبعضهم فقط إيه إناث إذن ثلاثة أصناف والصنف الرابع نسأل الله يعطي كل محروم أيها الإخوة وأن يسكن إلى وعته ولا عج شوقه ويجعل من يشاء عقيمة لا إله إلا الله فالأصناف أربعة فالأصناف أربعة فمن لم يحب كونه من الصنف الأول فليفكر فيما لو كان من الصنف الأخير ويجعل من يشاء عقيمة إذن لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات النبي كان يحب فاطمة عليه السلام يعني هي مش فقط ريحاته من الدنيا يقول فاطمة بضع مني جزء مني جزء 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 من كبدي من قلبي من فؤادي عليه السلام فاطمة أم الحسن يقول فاطمة بضع مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها كما في الصحيح كما في الصحيح نعم وكانت إذا أقبلت عليه عليه السلام وعليه السلام إذا أقبلت فما هو إلا أن يراها حتى يقوم لها واقفا شوف التواضع والعظم والتحنان الغامر يقف لها يقف لها يستقبلها يقول مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي يقبلها في جبينها يجلسها إلى جانبه حتى ما من الناس ما فيه ابنته ابنته يعتز بها جدا عليه السلام فاطمة معروف العلاقة التي كانت تجمعي بينهما ويأشبه الناس برسول الله خلقة ومشية تمشي مثله سبحان الله وخلقتها مثله صلى الله عليها وعلى أبيها إلى أبد الآبدين اللهم آمين نعم في صحيح مسلم عن أنس بن مالك يقول عليه الصلاة وأفضل السلام من عال جاريتين المقصود ابنتين يعني من عال ابنتين الله رزق رجلا ابنتين عالهما وأحسن إليهما ربهما تحنن عليهما من عال جاريتين حتى تبلغ حتى تبلغ أي وتستقل كنت أنا وهو في الجنة وضم بين أصبعي هكذا النبي قال كنت أنا وهو في الجنة وعمل كده وضم بين أصبعي شيء غريب في بعض الأحاديث بعض الصحابة طمع قالوا وجاري يا رسول الله طب جاري يا واحدة قالوا وجاري إذا عندك بنت تربيها تحصي إليها تتحنن عليها جناح مهيض هذه جانب كثير بعون الله تكون مع رسولها كذا في الجنة الله ما جعلنا منهم نحن على ضوء عيون بناتنا نار العالم والله ولا في أحلى ولا في أطيب البنات والله سبحان الله يعني وخفيفات المؤنى وطيعات طيبات فعلا مؤنسات غاليات حين يكبر الإنسان حين يكبر من الذي يسأل عنه أكثر البنت أو الولد البنت البنات البنات أكثر شيء يسألنا عن أمهاتهن وعن آبائهن فرضي الله عننا وعن بناتنا وعن أبنائنا وعن جميع المسلمين والمسلمات فهذا كان في بيئة كما قلت لكم تكره البنات كرها شديدا حتى تعلموا كما قلت لكم أنه ليس مجرد مصلح اجتماعي هو نبي نبي أتى بأشياء قطع قطع بها مع البيئة مع الثقافة مع الموروث قطع قطعا كاملا ماذا يقول تبارك وتعالى في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجههم سودا وهو كظيم يتوارى من القوم كأنه فاحشها كأنه عورة يعني بدت له كأنه مصيبة كأنه فضيحة كارثة حلت على أم رأسه يتوارى من القوم من سوء ما يبشر به وبعدين يبدأ يفكر يتفكر أيمسكه على هون على ظلمه مذلة البنت أم يدسه في التراب وإذا الموودته سئلت ألا ساء ما يحكمون الله يقول ألا ساء ما يحكمون هذا كلام الله هذا هذا رب رحيم هذا مشرع لا إلهوه مش امتداد إصلاحي لثقافة جزيرة العرب أبدا أبدا قطعا معه في الزخرف وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم كيف يعني طبعا لأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة هم لا يحبون الإناث وقالوا إيه قالوا الملائكة إناث الله قال هذا كلام فارغ على كل حال نترك هذا فهذا أي من رحمته كان أيضا من وافر رحمته عليه الصلاة والسلام بالصبياني و بالغلمان أيها الإخوة ما بدى منه غير مرة وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر إيه من مناسبة فأبو بكر وهو نفيع ابن الحارث الثقافي رضوان الله تعالى عليه يحدث إيه عن مشهد رسول الله يصلي واضح أنه كان إيه يصلي بالناس جماعة يصلي بالناس جماعة وجاء الحسن إيه يعتلي ظهره ورقبته يعتلي ظهره ورقبته النبي الآن ساجد ماذا يفعل يقول والنبي يرفع رفعا رفيقا شوية شوية بشوية شوية يرفع رفعا رفيقا حتى لا يؤذيه حتى لا يسقط الحسن حتى لا يسقط الحسن فقلنا يا رسول الله رأيناك تصنع بهذا الغلام شيئا لم تصنعه بأحد قط بأحد قط لماذا قال إنه ريحانتي من الدنيا إنه ريحانتي إنما هم ريحين نشمها النبي كان يقول ريحين نشمها ريحانتي من الدنيا إن ابني هذا سيد قال هذا الحسن شايفينه هذا الطفل صغير هذا هذا يعوني الله شوالغيب النبي يتحدث الآن عن الغيب وينظر إليه من خلف ستر رقيق الله يعلمه الله يعلمه يكشف له يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري بس مختصراً عن الحسن البصري عن أبي بكرة في قصة قصة الذهاب إلى صفين إلى خيره وفي آخره إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين يعني عدد هائلة من المسلمين كان يمكن أن تقتل فعلاً لولا ما فعل الحسن وإذا ذكرت هذا ضمير يملي عليه لابد أن أتوجه الآن بكلمة ثم أمضي حقيقة وقد طلب إليك ثم أن أتحدث وأن أعلق على ما أحدث في مصر ولا أود هذا لأنني سأقول قولاً ربما لا يرضي أحداً لذلك أنا لست سياسياً ومش مطلوب من أن أعلق على أشياء سياسية لكن الآن لأقول ضميري أنا أنصح إخواننا الذين يرون أنهم يعني ظلموا وسلموا حقهم في الحكم في حكم هذا البلد الطيب أقول لهم لو من غير أن ندخل في الخلفيات ومن الظالم ومن المظلوم ومن المعاه الحق ومن إيه اللي عليه الحق لن أخوض في هذا لأن هذا سيثير عجاجة ولن يتفق على قول على كل حال لكل وجهة هو موليها سنفترض يا إخواننا أنكم على الحق الكامل لإخوان المسلمون سنفترض أنهم على الحق الكامل ومن حقهم أن يكملوا دورة أي أربع سنوات كاملة دون أن ننقش في هذا على الحق وسنفترض اعتباطاً وتنزلنا أنكم ظلمتم وأخذ منكم حق لكم نصيحة الدينية وأنا أقول والله الذي لا إله إلا هو لا ينصح بها إلا كل مسلم صادق صادق المحبة لبلده وأهله ولمصره ولإسلامه ولكم ولنا جميعاً وإنسان يُعرب عن منطق ديني صحيح وصريح أقول لكم إياكم أن تحولوا المسألة إلى حرب أهلية إياكم أن تحولوا مصر إلى الجزائر إياكم أن تحولوا مصر إلى سوريا فوعزة جلال الله ستخسرون جميعاً لن يربح أحد أقسم بالله سيخسر الإسلام نفسه وستخسرون أنتم أول الناس أنا أقول أول الناس سيخسرون سيلعنهم التاريخ وسيلعنهم المسلمون والمصريون إذا حولوا مصر إلى حرب أهلية إذا أدخلوها في حرب أهلية من أجل ماذا؟ من أجل كرسي كرسي مكثتم فيه سنة واحدة فقط ومن بايعكم؟ 52% من الناس تقريباً نصف الشعب فقط جميل؟ الحسن بن علي من بايعه يا أخواني؟ الخلافة ومش حكم مصر حكم العالم الإسلامي كله في وقته بضعة دول كانت تحكم بايعه أهل مصر وأهل اليمن وأهل عمان وأهل بحرين العراق البصرة الكوفة مكة المدينة ذكرت اليمن ربما تعرفون فقط من الذين لم يبايعوا الحسن؟ أهل الشام جماعة معاوية فقط أهل الشام كان يمكن حسن أن يقول هي الحرب إما أن نفنى وإما أن يفنوا من عندي آخرهم أنا الخليفة الرسمي أليس كذلك؟ أنا الخليفة الرسمي الأمة كلها تريدني إلا أهل الشام ولتكنوا الحرب لكنه في آخر اللحظة قال ما في مشكلة خذ الخلافة يا معاوية أنا سأحقن دماء أمة محمد سأحافظ على وحدة المسلمين لذلك أنا أقول لإخواني للإخوان المسلمين سألتكم بالله وأنتم درستم في كتبكم عبر ثمانين سنة أنثورة الحسن ومعاوية اعملوا كما عمل الحسن كونوا كرماء كونوا متسامحين كونوا رحماء ارجعوا قولوا عفى الله عنا جميعا عفى الله عن كل من أخطأ انتهى كل شيء لكن إن أدخلتم مصر في حرب أنا أقول لكم وأقصنت بعز جل أنتم أول الخاسرين وستكونون ملعونين من الأمة ومن التاريخ لأن مصر عظيمة ومصر كبيرة وتقريبا لم يبقى لنا إلا مصر الآن الجيوش العربية الكبرى يا أخواني جيش العراق دمر جيش سوريا دمر بقي الجيش المصري الآن إياكم أن تدمروا إياكم أن تدمروا هذا ما أحببت أن أقوله وهو ضميري فقط ولا أتكلم بأكثر من هذا وكل امرئ بعد ذلك ومختار لنفسه والله تبارك وتعالى حسيب قائم على كل نفس رقيب وهو من وراء قلب كل امرئ ولسانه ولا والله الذي رفع السموت بغير عمد ما أحد طلب مني هذا ولا أشار علي به ولا لزني ولا أزعجني ولا أكلمني في هذا الموضوع طبعا إما المسؤولين يعني أو من أهل قابة الدن وإنما يطلب إلي من أحبابي على الفيسبوك كذا تكلم يا عدنان تكلم يا عدنان وأنا لا أتكلم وأنا الآن تكلمت بضميري بفضل الله بدافع ذاتي خارص يشهد الله على ذلك وهذا ما عندي هذا ضميري المحض وإن شاء الله أكون أصبت شاكلة الصواب أصبت شاكلة الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى طيب أيضا يا إخواني في حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين النبي عند مسلم عند مسلم النبي كان يا أم الناس صرح بأنه كان يا أم الناس ماذا يفعل النبي؟ يحمل في صلاته أمامة بنت ابنته زينب عليها السلام لمن؟ لأب العاص ابن الربيع كان زوج زينب مشركا تعرفون ووقع في أسر الرسول في معركة بدر وأيضا هذا كان أحد الذين منى عليهم رسول الله بفدية لكنه أعاد إليه فديته قال له خذ الفدية وأنت حر لوجه الله أسلم بعد ذلك على كل حال هذه ابنته أمامة بنت أب العاص ابن الربيع من زوجته بنت رسول الله زينب يحملها يحمل البنت في الصلاة النبي ويأم الناس فإذا ركع أو سجد وضعها وإذا قام أخذها حنان عجيب جدا جدا لا يريدنا البنت أن تبكي أن تشعر ربما بالخوف أو بالدهشة بنت صغيرة أمها ليست ثمت هو يحملها ويصلي بالناس والحديث في الصحيحين عند مسلم مصرح أنه كان يأم الناس صرح بيه عليه الصلاة وأفضل السلام رحمة عجيبة لذلك صح في الصحيحين أنه قال إني لأدخل الصلاة يعني من الناس أريد أن أطول فيها أريد أن أطيلها أصلي يعني إيه؟ طولة نسبيا طبعا النبي على فكرة لما كان يصلي بالناس دائما يصلي صلاة مقتصدة كما في حديث أنس في الصحيح أيضا حين شاهد لعمر بن عبد العزيز قال هذا الفتاة أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله إلى آخر الحديث في الصحيح على كل حال صلاة مقتصدة لكن أحب أن يطول قليلا تطويرا نسبيا فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي لما أعلم مما يصيب أمه من الوجد عليه يعني يرحمه ويرحم ماذا؟ ويرحم أمه أيضا قال هو يبكي المسكين وأمه طبعا تجد عليه تحزن وتقلق تتقلق عليه فأنا أختصر الصلاة يعني أصلي بصور قصيرة أصلي بصور قصيرة ولا أطول جدا في الركوع أو في السجود أو في الاعتدال أتجوز يأخذ بالحد الأدنى رحمة عجيبة جدا يا إخواني بعض الناس الآن يصلون مثلا بالناس ويغضبون جدا على الأمهات ولماذا تأتين بأبنائكم وأنا ونصلي ويبدأ يعمل لك محاضرة يا رجل تخلق بأخلق رسول الله حلم وهدوء ورحمة تجوز في صلاتك لا بأس تجوز ارحم الأم ورحم كذا روى الإمام ابن أبي شيبة هذا الشيخ البخاري صاحب المصنف وصاحب المسند روى الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه أن النبي ذات مرة سمع صوت الحسن أو الحزين يبكي قريب من بيت إيه من حجة رسول الله فقام فزعا قام فزعا وتحرك يبدو إيه حركة إيه يعني سريعة تلقائية وقال سبحان الله إن الولد لفتنة إن الولد هو يعني أنكر من نفسي إيه هذا الفزع وهذه الحركة غير المحسوبة والتلقائية قال سبحان الله إن الولد لفتنة لقد قمت وما أعقل كأني في غير إيه في غير الدائرة في غير وعي أول ما سمع صوت إيه حفيده يبكي النبي كأنه فقد إيه فقد الوعي ويقول لقد قمت وما أعقل لقد قمت شوف الحنان لذلك ذات ليلة سمع أيضا صوت إيه أحد الحسينين حسن أو الحسين يبكي فلم يستطع أن ينام فجاء وطرق على فاطم عليه السلام قال يا بني أسكتي هذا الغلام لم أستطع أن ينام مش بجياد أن ينام وأن أسمع إيه صوته في بعض الروايات يقول يهتز لبكاء الصبية صباحا يبكي يهتز له عرش الرحمن لأنه كان ضعيف يحتاج أن يرحم يحتاج إيه أن يرحم من رحمته عليه الصلاة وأفضل السلام بالأطفال والصغار أنه كان يحب أن يستقبل بهم إذا قدم من سفر يحب هذا وكانوا يقدمون إليه صبية أهل بيته يعني أبناء جعفر أبناء علي أحفاده إلى آخره يقول عبد الله بن جعفر يقول عبد الله بن جعفر و تعرفون أنت قضية جعفر و كيف جعفر الطيار لذلك شمع الطيار فقد أطرافه على كل حال يقول عبد الله بن جعفر فقدم عليه الصلاة وأفضل السلام من سفر مرة فقدمت إلي فاحتملني ووضعني أمامه على الناق ربما أو على ركوبتي أمامه قال ثم جاء أحد ابني فاطمة إما الحسن وإما الحسين إما الحسن وإما الحسين فأخذه فأردفه خلفه ما فيش حتى أنانية يقول هذا إيه حفيدي أنا بحطه في الأمام وبرجعي عبد الله بن جعفر لا 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 هذا بقي أمامه طبعا هذا أي موضوع أكرم وأردف الحسن أو الحسين خلفه هاي معنى الإرداف يقول عبد الله بن جعفر فدخلنا ثلاثتنا المدينة على الرقوبة ثلاثة أنا ورسول الله والحسن أو الحسين يعني يعلى ابن مرى العامري هذا صحابي يعلى ابن مرى اسمه العامري من بني عامر يعلى ابن مرى العامري رواه أحمد وغيره أحمد والطيالوسي ماذا يقول يعلى ابن مرى كونوا معنا بعد هذا الفاصل بارك الله فيكم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إخواني وخواتي في الجزء الأخير من هذه الحلقة لكن نقبل حديث يعلى بن مرة العاملين يقبل يعلى أنه خرج مع رسول الله إلى طاعم دعوا له يقول فاستقبل رسول صلى الله عليه وسلم القوم وبين يديه الحسين يلعب حسين بن فاطم عليه السلام بن علي يلعب مع غلمان فناداه النبي فلم يلبي يلعب فجعل النبي يضحكه فجعل النبي يضحكه والغلام ها هنا وهنا يعني يذهب مرة هنا ومر هنا والنبي يذهب أراه كما قلت لكم النبي يعني عنده حرية تعبير انفعالي إنسان تلقائي غير مفتعل غير ممثل لا يقول هذا لا ليقبيك أبداً أبداً النبي يضحك هو الصبي ها هنا مرة وها هنا حتى أخذه حتى أخذه فوضع إحدى يديه تحت قفا والأخرى تحت ذقنه ووضع أفاه على فيه وقبله في فيه أمام الناس وقبله في فيه ثم قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين صبط من الأصباط ولكن تعلمون حسين قتلوه بعد ذلك قتلوه شر قتله من أجل هذا من أجل هذا على كل حال أحب الله من أحب حسين عليه السلام حسين صبط من الأصباط من رحمتي أيضا وأختم بهذا قبل أن أعطي الفرصة للسؤال إن شاء الله والجواب من رحمتي أنه كان يسمع حتى للصبيان أن ينظروا أيها الإخوة إلى خاتم النبوة النبي كان مختوم بختم إلهي قدري أنه نبي ومذكور في الكتب الأوائل أنه بين كتفيه خاتم النبوة ختم إلهي سبحان الله جزء هكذا ناغض بارز من لحم وفيه شعرات واخفات هكذا نعم مثل يعني بيضة الحمامة مثل بيضة الحمامة في الصحيحي من حديث السائب بن يزيد يقول أتيت النبي عليه السلام مع خالتي وكنت أشتكي فقالت يا رسول الله هذا ابن أختي يشتكي فادعو له قال فوضع يده على رأسي ودعا لي فلما فرغ قمت أنظر إلى خاتم النبوة بين كتفي بيسمع عنه الطفل شوف بيسمع عنه هذا نبي وعنده خاتم نبوة ونبي ما في كلام يعني خاتم الأنبياء ومرسلين هنيئا لهم الله أنهم رأوا وكانوا في عصر كان هو فيه قال فإذا هو بين كتفيه مثل زر الحجلة مثل زر الحجلة الزر هي البيضة أو البيض والحجلة الحجلة نوع من أي من الطيور يعني يرفع الأرض لكنه لا يطير مثل الدجاج هكذا ملون اسمه الحجل اسمه الحجل وبيضه هو زره مثل زر الحجلة أيضا أم خالد بنت خالد بن سعيد هذه صحابية صغيرة كانت من الذين ولدوا أو من التي ولدنا في الحبشة المهاجرات الحبشة مع أهلها يعني ولدت في الحبشة تقول أتيت مع أبي خالد بن سعيد أتيت مع أبي النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وعلي علي ثوب أصفر فقال سنة سنة يقولها بالحبشية جميل جميل هذا بالحبشية يقول سنة سنة قالت فذهبت وأنظر إلى خاتم النبوة أيضا هذه الطفلة تعرف أنه خاتم النبوة طبعا لكل يعرف هذا بين كتفي فزبرني والدي يا بنت يقول لها فقال النبي دعها دعها خليها ليش خليها تشوف هذا شيء يعني يؤثر فيها قالت فزبرني والدي فقال دعها دعا من توضعه وقربه وتوطيئه الأكناف للناس وكان يحب توطيع الأكناف التواضع التواضع الكبير والصغير يا إخواني وهو القائل في حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه إي أحمد والترمذي وابن ماجه قائل ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ليس منا ليس مموت محمد الذي لا يعرف قدر الكبراء الكبراء في القدر أو الكبراء في السن إذا إنسان له قدر كبير مثلا في العلم في الصلاح في الزعامة في السلطة كبير يجب أن يحترم أو في السن عمر سبعين ثمانين عمر سبعون ثمانون سنة ستون سنة كبيرة أكبر منك يجب أن تحترمه لسنه يجب الآن على فكرة الجيل بدأ يفقد هذه الأشياء لا يحترم الأكبر منه قدرا والأكبر منه سنا وهذه علامة شر هذه علامة شر يجب أن نستعيد هذه الآداب ليس مننا يقول ليس من طريقة المحمدية ليس من طريقة هذه الأمة ليس معناه أنه كافر طبعا ليس منه من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا في بعض الروايات ويعرف لعالمنا حقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأتيح المجال الآن لأخير أستاذ إيهاب ماذا لديك اليوم أستاذ إيهاب نعم دكتور لدينا الكثير من التغريدات والأسئلة وأول تغريدة معنا من فيصل العساف يقول نهجر ذكر الله ونسأل ما بالأرواحنا في ضيق هذه تغريدة وسؤال من أبو باسم من الكويت يقول هل يمكن مقارنة موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الطفولة بما توصل إليه الغرب في هذا المجال غفر الله لأخي أبي باسم وغفر لي معه إن شاء الله فالحقيقة كان ينبغي أن يعكس السؤال وأن يقول هل يمكن مقارنة ما توصل إليه الغرب بصدد معاملة الطفولة بما أنشأه وأسسه رسول الله لأن رسول الله هو السابق وهو الذي يأوفى على الغاية وعلى فكرة لو أردت أن أستفيد في جواب هذا السؤال فهذا يأخذ مننا أي وقتا طويلا حقيقة يحتاج ربما إلى حلقة بحيالها لكن فقط أنا ألفت النظر يعني إلى أمور بسيطة على عجل على عجل فاسمحوا لي هل تعرفون إخواني و أخواتي أن أوروبا لم تبدأ تتعامل مع الطفل على أنه كائن إنساني تام تام كائن إنساني مثلي و مثلك إلا في الربع الأخير من القرن العشرين أقول عجيب طبعا هذا معروف من يقرأ هذه الأشياء من مصادرها أوروبا قبل الربع الأخير من القرن العشرين كانت لا تزال لديها بقية نظرة إلى الطفولة على أن الطفل ليس إيه إلا مجرد شيء من الأشياء مثل سيارتي مثل بيتي مثل ساعتي يعني طبعا شيء أثمن من ساعتي أكيد يعني لكن هو شيء شيء ممتلك ولي الحق أن أتصرف فيه كما أريد طبعا الذين درسوا التاريخ الثقافي والتاريخ الحضاري لأوروبا خاصة في العهد الفكتوري يعلمون أن التربية الفكتورية في العهد الفكتوري هذا العهد الفكتوري مش طبع بريطانيا طبع تقريبا من معظم أوروبا الغربية كان يقوم على الصلابة والشدة في معامة الأطفال وخاصة في المدارس الداخلية والمدارس عموما وكان فيه ضرب ضرب مبرح على فكرة إلى اليوم في بريطانيا تقريبا هناك من يتعاطف مع نظرية ضرب الأطفال أيام ثاتشار المرة الحديدية كانت تؤكد هذا أنه من حق أن نضرب أطفالنا وفي المدارس وأن يضربوا ضربا مبرحا لازم تفعل هذا الشيء وتدافع عن هذا النظرية وأوروبا كلها تستنكر هذا يقولوا هذا شيء متخلف هذا هذا نظر متخلف أو نظرية متخلفة لكن أوروبا كلها كانت إلى وقت قريب متخلفة جدا هل تعلمون إلى عشية الحرب العالمية الثانية لم يكن في مدارس الأطفال في أوروبا منافع يعني بيوت توليد أو كذا ما كانش فيه لا يقوم بالأطفال أو مغاسل يخصون أيدي أبدا لأن هذا الطفل يقول لك طفل ليش الطفل اللاهوتي الإنجليزي الكبير جون ويزلي لمن يعرفه جون ويزلي عنده عبارة يعني يرتجف لها الإنسان يقول فيها جون ويزلي اللاهوتي الكبير الثيولوجي العظيم هذا يقول فيها بروتستانتي هو يقول فيها حطموا أبدان الأطفال حطموا يقول اضربوهم حطموهم حطموا أبدانهم كيما تحرروا أرواحهم شو النظرية العجيبة هذه الوحشيئة هذه قال لك محمد عليه السلام وين يا بابا محمد يقول الغرب لكن كما قلت لكم يعني من جهل شيئا عاداه أقبح شيء في الإنسان هو الجهل يجهل تاريخ محمد وتاريخ القرآن وتاريخ الأمة وتاريخ عذارة يقول لك الغرب الغرب كأن الغرب ما شاء الله من أول يوم من نشأته كان كما هو اليوم في كل الأبواب في كل غير صحيح غير صحيح لكن هذا من الجهل من عدم التقصي وعدم الاستقرار وعدم الدراسة الممنهة الدقيقة المضبوطة يقول حطموا أبدانهم كيما تتحرر أرواحهم تعرفون لماذا؟ هذه الأخلاق المسيحية سأشرح لكم هذا بعد أن أذكر لكم شيء حتى لا أضل عنه سيجموند فرويد مؤسس تحيين نفس اليهود النمساوي الشهير فرويد صحيح منظرية الأحلام ومنظرية الجنس المشهورة سيجموند فرويد طلع في مطالع أو طوالع القرن العشرين في طوالع القرن العشرين وتوفي في فائة واخر الثالثينيات بنظرية عن الإغواء نظرية أي عن الإغواء تتحدث هذه النظرية عن أن معظم الأمراض العصابية التي تعتري الإنسان إنما من شؤها ومثاراتها الأولى أسبابها البعيدة القارية ترتد إلى الطفولة بسبب اضطهاد الطفولة اضطهاد الطفل وضرب الطفل والعدوان عليه بدنياً وجنسياً ونفسياً وهذا شيء طبيعي لا مش طبيعي هذا ما كانش في أوروبا طبيعي بالمرة حين قال فرويد هذا يعني ماذا قال؟ يعني قال لا يجوز أن يضطهد الطفل ممنوع تضطهد الأطفال يقول لهم ممنوع أن تضربوهم ممنوع أن تعتدوا عليهم الأطفال هذه كائنات تامة عنده جهاز نفسي تام وهذا سينعكس عليه حين يكبر في شكل عصاب أو في شكل عصابات كثيرة تبسد عليه حياته جن جنون أوروبا فقد حتى فرويد احترام أقرب المقربين إليه اتهموا أنه أخطأ خطيئة كبرى كلام فارغ أنت قاعد تؤسس لشيء ضد أخلاقنا المسيحية أخلاقنا المسيحية هي التي تدفعنا وتأمرنا بضرب الأطفال وضع طيمهم حتى نحر أرواحهم تعرفوا لماذا؟ نظرية الخطيئة الموروثة الخطيئة الأصلية بيسموها يعني إيه قال لك؟ قال لك لأنه الطفل هذا مش كائن بريء كما يظن النسلم الآن شفتوا النبي؟ قال ممنوع تقطع الأطفال قال الأطفال المشركين قال خير منكم قال خيركم قال أولاد المشركين خيركم هذا طفل موحد هذا على الفضرة النفس البريئة لا في النظرية المسيحية النفس مش بريئة كل نفس تأتي لهذه الدنيا تحمل معها ماذا؟ الخطيئة الأصلية خطيئة آدم وحواء حين أكل أيه؟ من الشجرة فهي نفس مدنسة نفس خاطئة نفس ملوثة من هنا كانت تقوم الأخلاق المسيحية على اضطهاد هذا البدن الحامل لهذه النفس حتى تطهر هذه النفس بالعذاب بالاضطهاد هذا كلام جون ويزلي وهذا مثار منشأ الإنكار الشديد على سيكمند وفرويد لما تحدث في نظرية الإغواء تعرفون ماذا حصل؟ سنة واحدة فقط ثم تنازل فرويد وترجع عنها قال أنا أخطأت أنا كنت غلطان نظرية حمقاء أنا أتخلى عنها لأنه تحطم الرجل حطموه هذا الغرب الأوروبي المقدس عندنا اليوم كأنه هذا منبع الفضائل ومنبع رحمة الطفولة ورحمة المرأة على فكرة هذا ذكرنا أيضا بأول نسخة أو بالنسخ الأوائل من بريطانيكا الموسوعة البرطانية في الطبعات الأولى منها ترجم للحصان الحصان في زواء عشر إلى عشرين صفحة الحصان وأنواع وصللاته وتربية ومش عارفها منافع وكل شيء وترجم للمرأة الوومن بجملة من كلمتين في الطبعات الأولى من الموسوعة البريطانية البريطانيكا ماذا كتب؟ أنثى الرجل فقط إذن إلى عهد قريب أيضا المرأة لم يكن لها أي أهمية في أوروبا على الإطلاق هذا النسخ الأولى من الموسوعة البريطانية وحنشوف إيش قال محمد عن المرأة وإيش قال القرآن عن المرأة وقال لك الإسلام الإسلام سباق بفضل الله تبارك وتعالى لكن يبدو أننا نحن المسلمين لأسف يعني لم نعد ندري نفاسة هذا الكنز الذي أورثناه الكتاب والسنة علينا أن نعتز بدين إخواني وأخواتي أكتفي بهذا القدر إذا كان ثمت سؤال لدى الجمهور الأخوات أو الإخوة اتفضل يا أخي كيف تكون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فينا يوم القيام؟ طيب على كل حال موضوع الشفاعة المحمدية التي أنكرها هي أكثر المعتزلة أثبتها أهل السنة حتى أثبتها الشيعة أثبتها معظم المسلمين الشفاعة ثابتة بفضل الله تبارك وتعالى طبعا موضوع طويل ومسهد كيف تكون شفاعة الحبيب فينا؟ وهذا أيضا من رحمته ومن رحمة الله أنه شفعه فينا الشفاعة على مراتب وعلى صور وأنوى وعموما الشفاعة أصالة الله الكبائل من أمته من أمس ناس حاجة بشفاعته؟ الخطاء والمذنمون طبعا مش الصالحون والعرفاء والكمل الكل يحتاج لكن هؤلاء هم الأمس فالنبي قال حتى هؤلاء لا نقنطهم من رحمة الله وإن شاء الله لهم نصيب عظيم في شفاعة بإذن الله تبارك وتعالى مدام لم يموتوا مشركين فشفاعة إله الكبائر من أمتي وهذه الشفاعة على أنواع هناك المقام المحمود المقام المحمود حين يؤذن له عليه السلام أن يكون شفيع الأمم يوم القيامة أن يخفف عنهم الإنتظار انتظار الحساب وهي شفاعة يكع عنها الأنبياء من آدم مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وانتهاءا بعيسى ويأتي دور النبي المحمد العدنان المصطفى الأكمل الأطهر يقول أنا لها أنا لها فذاك مقام يحمده عليه وبه وفي العالمون وكما قال شيخنا شيخ الدعاء في وقته الشيخ محمد الغزالي عبقري الدعوة رحمة الله تعالى علي حقيقة الرجل الصالح والعالم الوسير شيخ محمد غزالي كان يرى أن هذا المقام المحمود والشفاعة العظمى هذه بمثابة اعتراف من البشر جميعا الذين جحدوا محمدا رسالته ونبوته ولم يقروا له سيكونون ملزمين أن يعترفوا بقدر هذا الإنسان العظيم يوم القيامة في هذه الساعة الضنكة الحرجة والحرجة جدا هناك شفاعة يا إخواني في الإخراج من نار جهنم يخرج بعض الموحدين يخرجون من نار جهنم هناك شفاعة هناك شفاعة في رفع رتب بعض الناس في الجنة أيضا هذه شفاعة على كل حال أنواع من شفاعات أدركنا أي الوقت أكتفي بهذا القدر لم يبقى لي في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر إخواني وإخواتي معي هنا في الستوديو كما أشكر أخي الفاضل إهاب النحاس شكرا وأشكر جميع إخواني وإخواتي المشاهدين والمشاهدات عبر الأثير في أرجاء العالم وأسقاعه وإلى نلقاكم غدا في حلقة جديدة أستودعكم الله الذي لا تطيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة